المخرج الكبير محمد خان أهلا بك في برنامج سينما بديلة طبعا تاريخك السينمائي طويل وغني عن التعريف ولكننا بحكم وجودنا هنا سنتطرق لفيلمك الذي يعرض في هذا الميرجان وهو فيلم فتاة المصنع هذا الفيلم يتحدث عن الصراع بين الطبقات المختلفة هذه القصة تم تطرق إليها كثيرا في الأفلام المصرية هل تعتبر أنها لا زالت مطلوبة في يومنا هذا لا يعني أنا أعوز ألخص أن الفيلم بالجانب اللي حددك قلته هو قصة الحب في نهاية وقصة الحب دي ستتطرق لها السينما إلى الأبد ولكن بتطرح بقى الحاجات التانية دي يعني إلى جانب ده حتى بتطرح أنها مدينة متوترة ده فيها صورة يعني كل الأشياء دي بطانة لأساس الإنساني اللي فيها البنت اللي بتحب من طرف واحد اللي بتقمع لحد ما يعني بسبب هذا ولكن نهاية بتتحرر في نهاية يعني في هذا الفيلم اعتمدت أساسا على وجوه جديدة يعني بشكل عام ما مدى خطورة الاعتماد على ممثلين غير معروفين انتاجياً ومن حيث التوزيع أيضاً ما هو ضمان لأن احتكار السوقي اللي موجود بيفرد واحدة واثنين معينين وهما دول بس يعني فهلاً مظهر يعني حتى أنا مش حتى أقول الأسماء يعني في نجوم كبارة عمل أفلام ما نكحيتش وبما يعني بردنامج بتاعك سينما بديلة يعني هو زمن للسينما البديلة يعني بدون شك يعني لأن السينما كل 15 سنة مثلاً بتغير جلدها يعني وأنا أعتقد أن فيه مواهب شابة جديدة الواحد متفاعل بها ولكن ما خدتش الفرص بعد وما ضحيتش كفاية بعد هناك من يعتبر أن هذا الفيلم به نوع من التحية أو الحنين إلى تلك الأفلام التي ربما لم تصنع اليوم الأفلام التي تعتمد على قصص الحب الميلودرامية إلى حد كبير هل كنت ربما تشعر بذلك الحنين أثناء صنعك لهذا الفيلم؟ لا خلص بس هي استمرارية يعني يعني أنا كل فيلم يبتلي بزريته بالشخصية وأنا كنت نفسي أعمل فيلم عن فتاة عاملة في مصنعه يعني ده البداية الأساسية بتاع كله إنما أنا مخططتش إنه هو المفروض يعني بيرجعنا لإيه وبرجعنا لإيه يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي أنا أضفتها بعد ما فيلم التعامل إنه هي سعاد حسني يعني يعني أنا أنا حسيت إنه سعاد في وجدان البنت المصرية وفي وجدان البنت العربية عموماً مخرج محمد خان شكراً جزيلاً نعم شكراً شكراً